من صرخ على ميته فهذا الميت يعذب ما لم يوصي أنه لا يصرخ عليه إذا يعلم أن بني قومه يصرخون وينحون إذا مات ولم يوصي ولم يحذر فهنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه هذول النسوال اللي بصرخ وبرفع وبعض الشباب على المقبرة بصرخ وبرفع البكاء لابد دمين والدموع لابد دمينها يموت أبوك ولا تبكي والنبي صلى الله عليه وسلم ظرفت عيناه وبكى فكيف تقول أنا لا أبكي وتزغرد لموت ابنها لا بدك تبكي البكاء شيء لكنك قد تخفي البكاء حتى لا يشمت بك الأعداء لا بس